في الفيديو اللي فات شرحنا طريقة انشاء اكتر من حساب جيميل من غير ما يطلب منك رقم التليفون وزي ما انتم شايفين كده في الكومنتات ناس كتير استفادت من الطريقة وقدرت تعمل حسابات كتيرة جدا من غير ما يطلب منها رقم التليفون في الفيديو ده بقى هنشئ حساب جديد قدامكم من غير ما يطلب مني رقم التليفون عشان نشوف الطريقة دي لسه شغالة ولا لا بس اهم حاجة اللي تشتغل مع الطريقة يكتبلي في الكومنتات واللي ما تشتغلش معه الطريقة يقدر برضو يكتب في الكومنتات ويجرب بعد 24 ساعة والطريقة ان شاء الله هتشتغل معه وعشان ما ضيعش وقتك ويلا بنا نبدأ في الشرحة على طول في البداية كده هتفتح اي متصفح عادي عندك وبعد كده هتدوس على كنترول شيفت وبعد كده حرف الان هيبتدي يفتح لك المتصفح ده او ممكن ترجع كده وتطلع فوق هنا عند التلات نقط اللي فوق بعض دول يا جماعة وهتدوس عليهم بالشكل ده هيفتح لك القايمة اللي قدامك دي هتنزل كده عند الاختيار رقم تلاتة اللي هو ده وهتدوس عليها هيفتح لك نفس الموقع اللي فتح بالاختصار اللي احنا دوسنا من شوية بعد ما يفتح معنا الموقع بقى هنطلع فوق هنا في السرش وهنكتب كلمة جيميل عادي اهو تمام وهندوس عليها بالشكل ده هيبتدي يفتح لي الصفحة دي هندوس كده على اول معنا اللي هو ده يا جماعة تمام؟ هيبتدي يفتح لي بقى بعد كده الصفحة بتاعة الجيميل اهو هندوس بقى فوق هنا على كلمة create an account هيبتدي يظهر للاختيارين دول هندوس على اول اختيار اللي هو للاستخدام الشخصي تمام؟ بعد كده هيبتدي يفتح لي بقى الصفحة بتاعة تسجيل البيانات وهنكتب بقى هنا الاسم الاول وهنا الاسم الاخير اكتب بقى الاسم الاول زي ما انت عايز اهو ليكن اي حاجة يا جماعة وبعد كده هندوس على كلمة next تمام؟ هيبتدي يديني المعلومات بتاعة التاريخ الميلاد هندوس بقى برضو اي حاجة تمام اهو بعد كده هم تختار دي وبعد كده هندوس على كلمة next بعد كده بقى يظهر لي عنوين للجيميل بتاعي تقدر تختار اي عنوان منهم ولو انت مش عايز دول تقدر تدوس على الاختيار رقم تلاتة وبعد كده تكتب الاسم بتاع الجيميل اللي انت عايزه انا هنا اختار مسلا على اول جيميل معايا اللي هو ده هقف الدار دي وادوس عليها بالشكل ده كده وبعد كده هدوس على كلمة next تمام؟ هيبتدي يقول لي اكتب البصورد بتاعك فانا هنا اكتب اي بصورد انا عايزه مسلا اهو وبعد كده هارجع عيد البصورد تاني بعد كده بقى هدوس على كلمة next هو طلب مني كده ان ادخل بصورد اقوى من البصورد ده فهارجع اكتب بصورد جديد يا جماعة تمام اهو ولياكم مسلا كده وهارجع عيده تاني مرة كمان بعد كده بقى هدوس على كلمة next اهو يا جماعة بعد كده بقى هعد الخطوة دي يا جماعة هدوس على كلمة زي ما انتم شايفين كده واده الاميل اهو اتنشق معايا يا جماعة هدوس على كلمة next تمام وانزل تحت كده يا جماعة وهدوس على كلمة تمام هستنى يحمل واده يا جماعة الاميل اهو بيتنشق معايا ما فيش اي مشكلة سواني وهنرجع تاني وزي ما انتم شايفين كده يا جماعة الايميل اتنشأ معايا هو ما فيش في اي مشكلة وما طلبش مني رقم التلفون طبعا في ناس برضو هينفع معاها الطريقة دي وناس مش هتشتغل معها يا ريت اللي تنفع معا الطريقة يكتب لينا في الكومنتات اللي هي اشتغلت معاها واللي ما تنفعش معا الطريقة يرجع يجرب تاني بعد اربعة وعشرين ساعة وبكده يبقى احنا وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا يا رب الشرح يكون بطريقة وسيطة وعجبكو وناس كتير تكون فهمتنا واستفادت ولما فعلا استفدتوا ما تنسوش تعملولنا لايك وكمنت للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكو كل جديد معايا